من هذا المسجد في الشمال الإنجليزي أعلن رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون عن برنامج جديد ضمن خطة محاربة التطرف تستهدف بالأساس النساء المسلمات لمعالجة التمييز ضدهم هناك حوالي أربعين ألف امرأة لا تتحدث الإنجليزية مطلقا ومائة وتسعين ألف يتحدثن بلغة ضعيفة ما نريده هو فرصة للجميع ومجتمع قوي ومتماسك ومتكافئ الفرص الحكومة ستحذر ارتداء النقاب مع تزايد التأييد للقرار في الشارع البريطاني ومن المدرسة التي غادرتها ثلاث طالبات للانضمام لداعش في سوريا العام الماضي أعلنت وزيرة التعليم عن موقع إلكتروني مخصص للأباء والأمهات ضمن خطة محاربة التطرف أنا هنا في هذه المدرسة لإطلاق مشروع التعليم ضد الكراهية عبر الإنترنت هذا المشروع طالب به المدرسون والأهالي لمساعدتهم لمناقشة التهديدات الناتجة عن التطرف والتشدد والكراهية مع صغار السن الشرطة البريطانية قررت مضاعفة عدد كواديرها المسلحة في الشوارع وهو أمر أثار الجدل الحكومة تعمل على إخافة الجميع وتوحي بأنها تحرب تطرف والمتشددين في هذا البلد وهذا غير صحيح لا يوجد تطرف لكن الحكومة تبحث عن سبب لإعطاء الشرطة صلاحية أكثر وأسلحة أكثر ورغم انقسام أراء المجتمع حول طرق معالجة التطرف فإن هناك شبه إجماع على اجتفاثه خطوات الحكومة البريطانية رغم انتقاد بعض قيادات الوسط الإسلامي لها لكنها حسب خبراء جاءت بسبب فراغ تركت تلك المؤسسات التي من المفترض أن تعمل على محاربة التطرف جياب أبو صفي اسكاينيوز عربية لندن